التحالف العربية الذي تقوده المملكة العربية السعودية صعقوا ميليشيات الحوثي خلال الـ 72 ساعة الماضية بضربات دقيقة ومكثفة وفيها أضرار تسببت بها هذه الضربات لمواقع مهمة جداً للحوثيين وما جرى هذا كلها طبعاً الإحداثيات هي تأتي حتى يوم أمس وجاءت بتفاصيل نشرتها وكالة الأنباء السعودية وعدد من المواقع الأخرى التي أكدت كما تلاحظون هنا لكي نتعرف بأن هذه المنطقة الملونة بالكامل باللونين الأزرق والأحمر هي اليمن والمنطقة باللون الأبيض في الشمال هي المملكة العربية السعودية باللون الأزرق هي المناطق سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية وباللون الأحمر هي منطقة سيطرة الحوثيين ولذلك الآن الحوثيين بالنسبة لهم يضغطون بشكل كبير على محافظة الجوف هذه هي محافظة الجوف وكذلك يهاجمون بشكل كبير محافظة مأرب بالإضافة إلى الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي تأتي تقريبا يوميا من الداخل اليمني مباشرة على داخل المملكة العربية السعودية الآن اللي صار يوم أمس بالنسبة للطيران للمملكة العربية السعودية قاموا بهجوم هائل وغارات هائلة جدا على مواقع تقدم الحوثيين على محافظة الجوف وحتى على مأرب قاموا بأربعين غارة مباشرة على الحوثيين أدت إلى مقتل عدد كبير من الحوثيين نتحدث عن 250 قتيل بالإضافة إلى 29 عجلة دمرت بالكامل تابعة إلى الحوثيين بالإضافة إلى ذلك أنه يوم الاثنين يعني قبل 48 ساعة تقريبا قام أيضا وقامت المملكة العربية السعودية بتسعة وعشرين غارة ولكن هذه التسعة وعشرين غارة على الرغم هي أقل من الغارات التي تمت يوم أمس إلا أنها أدت إلى مقتل 300 من ميليشيات الحوثي وكذلك تدمير 21 عجلة للحوثيين وبحسب مصادر عسكرية أكدت بأن الآن الحوثيين الخسائر البشرية التي وصلوا إليها حتى يوم أمس هي وصلت إلى ما يقارب ستة آلاف قتيل خلال الخمسة أسابيع الماضية خسائر هائلة جدا على مستوى فقط الجوف ومأرب بالإضافة إلى ذلك يعني نحن نتحدث هذا عدد الساحل الغربي وما يجري في الساحل الغربي على مستوى الحديدة وحتى على مستوى تعز هناك العشرات من الخسائر ولكن أكثر المناطق الملتهبة هي محافظة الجوف وهي محافظة أيضا مأرب وهذه تأتي متزامنة مع ضربات هائلة وجهتها المملكة العربية السعودية بثلاثة غارات على مطار صنعاء الدولي الذي يأتي بهذا الاتجاه طبعا في صنعاءها ويقع طبعا شمال صنعاء التي هي طبعا تعتبر عاصمة اليمن بشكل مباشر والتي يسيطر عليها الحوثيين قاموا بعملية ضربات بهذه الثلاثة غارات موجهة بشكل كبير للغاية أخرجت هذا المطار تماما عن الخدمة وهذا بسبب مهم جدا بأنه تم رفع أي عملية حصانة أو حماية قانونية لهذا المطار بسبب أن الحوثيين بدأوا يستخدمون هذا المطار كقاعدة للطائرات المسيرة لمهاجمة المملكة العربية السعودية بهذا الاتجاه تقريبا عندما تأتي الطائرات من مطار صنعاء الدولي يعني تأخذ تقريبا 164 كم أو حتى بهذا الاتجاه المستقيم بـ 200 كم أو أقل قليلا وبعد ذلك تصل وتدخل إلى أراضي المملكة العربية السعودية والطائرات المسيرة كما نعلم هذه المديات هي بسيطة بالنسبة إليها تصل 1500 كم إلى 2000 كم حتى ولذلك الأمور كانت سريعة جدا بالنسبة للمملكة العربية السعودية بمجرد ما قاموا الحوثيون بمهاجمة بالطائرات المسيرة من مطار صنعاء الدولي أوجهوا هذه الطائرات على أبهى تصدت لها المضادات والدفاعات الجوية السعودية بكل نجاح كل هذه الهجمات تتصدأ لها المملكة على مستوى عالي للغاية بنسبة 100% مباشرة لم ينتظروا بالنسبة للمملكة العربية السعودية وهاجموا المطار وضربوا ضربات دقيقة للغاية وضربوا مخازن لهذه الطائرات المسيرة ولمواقع أيضا لتدريب هذه الميليشيات وبالتالي إذا لاحظ هذه واحدة من المخازن التي ضربت سنلاحظ توهج مستمر وانفجار مستمر يوضح بأننا أمام التين تي حقيقة موجود في هذه المخازن وقد يكون هو التين تي المتفجر الذي يستخدم في الطائرات المسيرة لذلك الأهداف كانت دقيقة للغاية إذا ما جئنا مباشرة إلى مطار صنعاء الدولي هذا هو مطار صنعاء الدولي الذي ترونه طبعا في الجهة الغربية لهذا المطار هذه كلها أساسا دمرت بالكامل وخارج عن الخدمة تماما كل شيء فيها كل جزء فيها مدمر من هذه الضربات ولكن الغارات الثلاثة التي تمت جزء كبير منها هي جاءت بهذه النقطة من المطار وكذلك جاءت بهذا الاتجاه وبنقطة أخرى بهذا الاتجاه مما لاحظناه من هذه الضربات ومن المقاطع التي نشرها الحوثيون للدمار الذي طبعا طال هاتين النقطتين دعونا نبدأ من هذا الاتجاه وبعدها ننتقل إلى شمال شرق المطار لنتعرف عن ما جرى إذا ما جئنا إلى هذه النقطة التي تحدثنا عنها الآن سنلاحظ من هذه الصورة التي نشرت الفيديوية طبعا هي جاءت واضح جدا بأن هنا مبنى مدمر وأن هنا كما نلاحظ بأننا أمام برج مراقبة في هذا المطار كذلك هناك مبنى بعيد تقريبا وهناك مسافة إلى هذا المخزن أو الهنقر إن صح التعبير واضح بأن الدمار هو جرى أمامه وسوة هذه وتمت تسوية هذه البناية أمامه وبالتالي إذا ما يجينا أيضا لنتعرف على هذه الهنقر أيضا الهنقر واضح بأنه تأثر بشكل كبير على هذا الأساس إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي على عجالة لنلاحظ أين تم الدمار فواضح جدا بأن هذا هو برج المراقبة هذا هو المبنى وهذه المسافة مع المبنى الآخر وهو الهنقر أو المخزن الذي تحدثنا عنه فواضح جدا بأنه تم تدمير هذا المبنى بالكامل وأثر على هذا المخزن وأخرجه عن الخدمة تماما دعونا ننتقل إلى شمال شرق المطار لكي نرى هذا الدمار أين تم طبعا تلاحظون هنا واحدة من اللقطات الأخرى التي جاءت من الحوثين وتصوير الدمار الذي جرى واضح بأننا أمام تدمير مخزن كبير هنا إذا ما لاحظنا هنا شجرة واضحة جدا وهنا مثل المبنى الأبيض ومسافة مع مبنى صغير ملاصق إلى هذا المخزن دعونا نذهب إلى الأقمار الصناعية لنلاحظ حجم هذا المخزن وأين يقع واضح جدا بأن هذا هو هذه الشجرة التي أشرنا عليها وهذا هو المبنى الأبيض وهذا هو طبعا بمسافة المبنى الملاصق وبذلك نحن نتحدث عن ضربة هائلة جدا تعرض لها هذا المخزن كذلك كانت هناك أضرار على هذا المبنى الذي ترونه هنا من جراء هذه الضربة وأيضا هذا المبنى خرج تماما عن الخدمة إذا ما رحنا وشفنا هذه اللقطة طبعا سنلاحظ من التصوير كذلك بأنه فعلا دمر بالكامل بهذا الشكل إذا أخذنا هذه الصورة بهذا الشكل من القمر الصناعي سنلاحظ نحن طبعا نتحدث عن هذه الجهة التي تلاحظونها بهذا الشكل هذا هو المبنى وهذا هو طبعا الموقع الذي ضرب ودعونا نتوجه بهذا الاتجاه إلى موقع آخر لوحظ من زيارة وزير النقل لدى الحوثيين بهذا الشكل وهو يسير واضح جدا بأننا أمام مبنى دمر أيضا بهذا الشكل وهو يقع أمام مخزنين هنا مخزنين وهذا مخزن واحد مع بناية ملاصقة له وهنا شجرة وطبعا هو كان يسير لوحظ بأن هذا الدمار موجود وإيضا هذا الدمار الذي نتحدث عنه مع ملاحظة هذا الطريق واضح بأنه طريق كما نراه أن هذا المكان وهذا الموقع الذي دمر واضح بأنه وكأنه كارفان باللون الأبيض من طبيعة الأشلاء الموجودة وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى هذه النقطة المهمة جدا والأخيرة طبعا من ما لاحظنا واضح بأننا أمام مخزنين هنا وهذا مخزن واحد مع بناية بهذا الاتجاه وهذه الشجرة وبالتالي كارفان الوحيد ونالك منطقة فاضية هي التي ظهرت التي طبعا هي يسير بجنبها وزير النقل لدى الحوثيين واضح بأننا نتحدث عن هذا الكارفان هو الذي دمر وواضح بأنه أغلق الطريق الذي تحدثنا عنه هذا هو الطريق وبالتالي اضطروا أن يجرفون الأشلاء إلى هذا الاتجاه إلى هذه النقطة فواضح ضربات دقيقة جدا كانت بالنسبة للمملكة العربية السعودية وهي تأتي هذا التصعيد الكبير قد يتساءل البعض لماذا هذا التصعيد من المملكة العربية السعودية هو يأتي بسبب تصعيد الحوثيين العالي الذي اهتمت به الـ CSIS المركز الاستراتيجي للدراسات الدولية اهتم يوم أمس بهذه القضية وقارن مرحلة أول تسعة أشهر في عام 2020 يعني العام الماضي مع تسعة أشهر الأولى لعام 2021 أي هذا العام بكل تأكيد فلذلك تفاصيله ببساطة قالوا بأن الحوثيين مجموعة هجماتهم في التسعة أشهر للعام الماضي ولهذا العام طبعا بمقارنة هائلة جدا من هجماتهم على الحكومة الشرعية ومجموعة هجماتهم على المملكة العربية السعودية بغض النظر إذا كانت بالصواريخ الباليستية أو بالطائرات المسيرة أو بأي شكل على الأرض أو غيرها ناجحة أم غير ناجحة تعتبر هجوما من طبيعة هذه الدراسة اللي سوها وجدوا بأنه أصلا في 2020 كانوا يقومون بـ 38 هجوما كمعدل أذرج معدل طبيعي معدل متوسط كل شهر من التسعة أشهر للعام الماضي هذا هو اللي كانوا يشوفوا بالنسبة لهجمات الحوثيين على كل المستويات ولكن هذا الرقم ضعف وأصبح ضعف تماما ووصل إلى 78 هجوما كمعدل متوسط في التسعة أشهر الأولى لعام 2021 في مقارنة هائلة جدا ويأتي مجموعة الهجمات خلال هذا العام في التسعة أشهر الأولى كما تحدثنا 702 هجوم وحدها مأرب التي يهاجمونها الحوثيون الآن وصلت إلى 133 هجوما من 702 هجوم هي تمت في شهر ثمانية وحدة تحديدا لعام 2021 وهناك أسباب مهمة جدا لهذا التصعيد من الحوثيين قد يتساءل بعض لماذا الحوثيون أيضا وصلوا إلى هذا التصعيد الكبير هو يأتي متزامنا مع رفع الرئيس الأمريكي وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحوثيين رفعوهم من قوائم الإرهاب في شهر 2 من عام 2021 بهذا الشكل وفي شهر 6 في عام 2021 هذا العام طبعا أيضا الول ستريت جيرنل وكافة الصحف على مستوى العالم أكدت بأن الولايات المتحدة الأمريكية توجهت إلى سحب المنظومات الدفاعية الأمريكية من داخل المملكة العربية السعودية وعلى هذا الأساس صعدوا الحوثيين بهذا الشكل الكبير إذا ما جئنا إلى أحدى الجداول من CSIS نفسها من الدراسة يوم أمس وضحت كما تلاحظون في هذا الجدول التوضيحي بأنه في عام 2020 كانت الأمور منخفضة لم تكن الأمور في تصعيد عالي جدا بالعكس انخفضت المشاكل ولكن في عام 2021 هنا 2021 واضح التصعيد العالي الذي جاء في بداية الثلاثة أشهر الأولى وهنا السبايك والارتفاع العالي الذي جاء هو يأتي بين شهر ستة وشهر ثمانية أي الأشهر التي أعلنت فيها إدارة بايدن سحب المنظومات الدفاعية علموا الحوثيون بأننا أمام فرصة كبيرة جدا للانقضاء على مأرب وضرب المملكة العربية السعودية للوصول إلى شيء فبالتالي التصعيد هو جاء متزامنا مع قرارات الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما جعل مراكزا مهمة مثل معهد بروكينغز الأمريكي في الشهر تسعة من هذا العام أن يوضح ويؤكد بأن بايدن لم يوفي بوعده هو رفع هذه الأمور والعقوبات من الحوثيين ومن قوائم الإرهاب من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية ولكن الأزمة الإنسانية بالعكس ازدادت وازدادت اضطرابا في الداخل اليمني ولكن واضح جدا بأن إدارة بايدن إلى يوم أمس هي تركز على الصورة الأكبر وهي مفاوضات فيينا والنجاح بها أو اتخاذ قرارات ناجحة إذا ما فشلت جنس ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم أمس كانت واضحة وأكدت بأنه سيكون هناك توجها بخطوات وهناك دراسة لاتجاه والاتجاه بخطوات ضد إيران في حالة فشل المفاوضات النووية وبايدن وجه الفريق الوطني الخاص به لهذا الأمر بل وجه أيضا جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي هو الآن متوجه إلى تل أبيب إن لم يكن قد وصل الآن لمناقشة الخيارات العسكرية والخيارات العسكرية نسمعها من إسرائيل ولا نسمعها من إدارة بايدن على المستوى الإيراني ولكن هناك قبل 72 ساعة الواشنطن انستيتيوت الأمريكية كانت واضحة من عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين أرسلوا رسالة لبايدن ليوضحوا وجهة نظرهم كيف ينجح في هذه المفاوضات ويعيد الأمور إلى طبيعتها ولنرى ما الذي قالته هنا الواشنطن انستيتيوت من المهم أن تتخذ إدارة بايدن خطوات تقود إيران للاعتقاد بأن الاستمرار في سلوكها الحالي ورفض قرار دبلوماسي معقول سيعرض بنيتها التحتية النووية للخطر بالكامل وهي بنية مبناؤها بشق الأنفس على مدى العقود الثلاثة الماضية ولذلك باختصار يقولون هدد بالقوة يا بايدن ولا تخاف أبدا ولا تهاب أحدا